موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين هذه نشرة الأخبار المسائية من خدمة فذك الإخبارية خير التنصيق الميداني المغربي للمجازين المعطلين خير حكومة عبدالإله بن كيران الإخوانية بين الاستجابة لمطلب الأطر المعطلة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية وبين تصعيد الاحتجاجات فيما تبقى من عمر الحكومة وحمل التنصيق في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه حمل الحكومة الحالية مسؤولية ما ستأول إليه الأوضاع مستقبلا حيث أنهم عازمون على تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي بحسب ما جاء في البيان ونزلت مجموعات من الأطر المعطلة بعد عصر يوم أمس إلى أحد أهم شوارع العاصمة في الرباط يتقدمهم أشخاص يتذثرون بأكفان حاملين صورا لسبعة من المعطلين قيل بأنه تم قتلهم بواسطة قوات القمع المخزني المسيرة الاحتجاجية التي كانت تحت مراقبة أمنية مشددة تحولت فيما بعد إلى وقفة أمام مبنى البرلمان المغربي وطغت عليها شعارات ملؤها التحدي حيث أدى المحتجون القسم بمساندة بعضهم البعض وفيما أسموه بمعركة الدم والأغلال ورغم أن رئيس الحكومة الإخوانية عبدالإله بن كيران قد حسم موقفه منذ الشهور الأولى لمجيئه إلى السلطة وذلك بإصداره قرارا بمنع التوظيف المباشر إلا أن الشعارات التي ظل يرددها المعطلون المحتجون حفلت برسائل موجهة إلى الحكومة مفادها بأنهم مستمرون في الاحتجاج ووجه المعطلون المشاركون في المسيرة الاحتجاجية بالعاصمة المغربية وجهوا انتقادات حادة للحكومة من خلال شعارات مكتوبة كان على إحداها قولهم قد تستطيعون خداع الشعب لبعض الوقت وقد تستطيعون خداع بعض الشعب كل الوقت لكنكم لن تستطيعوا خداع كل الشعب كل الوقت وقال المعطلون بأن احتجاجاتهم السابقة تعرضت لقمع وتعنيف الأجهزة الأمنية وأنها خلفت سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من تسعمائة وخمسين شخصا كما وتم اعتقال العشرات في هذه الاحتجاجات وراء مراقبون بأن حكومة بن كيرانا هي حكومة شكلية وأن محمد السادس هو المتحكم الفعلي في المشهد السياسي والاقتصادي في المغرب وذلك عن طريق عدد من مستشاريه ومعاونيه إلا أن اليد الحديدية والتاريخ المظلم للملكية في التعامل مع المتظاهرين وجعل الملك مقدسا من المقدسات بنص الدستور كان من شأنه تكوين حالة من الخوف المتوارث لدى العديد من المهضومة حقوقهم ومن الذين يعانون من الفقر والحرمان تحول دون المسي بالمؤسسة الملكية التي تعد الفاعلة الحقيقية في البلاد أفادت الأنباء الواردة من اليمن بمقتل جلال بلعيدي القيادي البارز بفرع تنظيم القاعدة البكري في اليمن وقال أفراد من أسرة بلعيدي أنه قتل في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار وذلك أثناء تواجده في سيارته على الطريق بين بلدتي زنجبار وشقر على الساحل الجنوبي لليمن هذا ولم يرد أي تأكيد رسميا بمقتل بلعيدي والذي كانت أنباءه قد أفادت بمقتله في مرتين سابقتين وقال مسؤولون أن بلعيدي كان مسؤولا عن عدد من الهجمات التي كان من بينها إعدام عدد من الجنود ذبحا وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن بلعيدي وذلك لاتهامه بالضلوع في محاولة شن هجمات على مسؤولين ديبلوماسيين غربيين وذلك في العاصمة صنعاء عام 2013 قام عدد من الشخصيات التونسية البارزة بزيارة المرجع الديني السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله وذلك في بيته في مدينة قوم المقدسة المقطع المصور الذي نشرته قناة المرجعية والذي عرض بعض الجوانب من اللقاء كان من شأنه إثارة الحنق لدى عدد من أتباع الطائفة البكرية وقد ناقش عدد من البكريين التونسيين عبر صفحات على الانترنت ناقشوا محتوى اللقاء الذي حدث قبل أيام والذي ظهر فيه المرجع الشيرازي وهو يبشر كلا من الدكتور التونسي المشهور محمد السماوتي جاني صاحبي كتاب ثم اهتديت والمؤلف التونسي المتشيع السعد الجيلاني بشرهما وبشر التونسيين بأن بلادهم ستتشيع كليا في المستقبل كما وقام المرجع الديني الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي بتغيير اسم المؤلف التونسي الذي أعلن عن تشيعه حيث كان اسمه مطابقا فيما قبل لإسم سعد بن أبي وقاس أحد المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام يذكر أن تونس تشهد موجة تشيع عارمة أثارت حالة من القلق لدى عدد من قصاصي ومشايخ البكريين وكان رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ الإخواني راشد الغنوشي في خضم حديثه عن ظاهرة انتشار التشيع في المغرب العربي كان قد قال في تصريحات له لوكالة قدس بريس قبل أعوام الرسميون الإيرانيون ينكرون أن تكون إيران وراء هذا المشروع ويؤكدون بأنها أعمال يقوم بها بعض المراجع وبالذات مراجع عربية مثل جماعة الشيرازي والحريات اللي في توسع سيأتي يوم هاي تونس بعد ما السنة أكثر أفن هاي تونس سيكون كلها الشيعة شاء الله يعني التشيع يعني إنسانية يعني أخلاق يعني صديق وأنا أضيف إلى جيلاني اسما مباركا أكثر بركة من أي اسم في طول التاريخ من الآن أنت محمد ديلاني علقت الأمم المتحدة محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الخمسة عوام من الحرب الدائرة في سوريا وذلك بحسب ما قال ستفان ديمستورا مبعوث المنظمة الدولية وأعلن ديمستورا عن تعليق المحادثات بصورة مؤقتة قائلا بأن الأسبوع الأول لم يشهد أن يتقدم جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السورية أنها فكت الحصار عن بلدتين نبل والزهراء الواقعتين شمال غرب مدينة حلب وتقع البلدتان الشيعيتان التي أعلنت تلفزيون الرسمي السوري إنهاء حصارهما على طريق رئيسي كانت تمر عبره إمدادات للجماعات الإرهابية المسلحة وبشأن المحادثات فقد قال المبعوث الأممي ديمستورا بأن هناك عملا يجب إنجازه أذو من المزمع السئناف المحادثات في وقت لاحق من الشهر الجاري أعلنت السلطات الجوية الإسبانية حالة تأهب أمني في مطار العاصمة مدريد وإخلاء طائرة سعودية قبل توجهها إلى الرياض وذلك بعد تلقيها بلاغا بوجود قنبلة على متنها وجاء في بيان رسمي اليوم الخميس أنه تم وضع أجهزة الأمن والإنقاذ في حالة تأهب قصوى وتم عزل المنطقة التي تقف فيها الطائرة بعد إجلاء الركاب وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أعلنت في أول بيان لها حول حادث أن الرحلة التابعة للخطوط الجوية السعودية عادت إلى مطار برخاص في العاصمة الإسبانية وذلك بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها لكن سلطات المطار سارعا ما أوضحت أن الطائرة لم تقل عبدا من المطار من جهتها قالت الخطوط الجوية السعودية أن الإنذار حول وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لها كان مجرد إنذار كاذب شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات في العاصمة برلين وكذا مناطق أخرى في شمال ألمانيا لشكوك واردة في أن تنظيم داعش البكري يستعد لشن هجمات إرهابية داخل البلاد واعتقلت الشرطة الجزائريين يشتبه في علاقتهما بالتنظيم الإرهابي بالإضافة إلى امرأة أخرى وقال مسؤول أمني في برلين أن مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش ما زال مرتفعا وأضافت مصادر أمنية ألمانية أن أحد المعتقلين تلقى تدريبا في سوريا وهو مطلوب لدى سلطات بلاده لانتمائه لجماعة متطرفة وأن المرأة المعتقلة هي زوجته وهي أيضا مطلوبة في الجزائر ومنذ هجمات نوفمبر تشرين الثاني الماضي التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس والتي خلفت مائة وثلاثين قتيلا فإن السلطات الألمانية قامت بالإعلان عدة مرات عن تحذيرات باحتمال وقوع هجمات إرهابية في البلاد ففي نوفمبر تشرين الثاني الماضي تم إلغاء مبارات لكرة القدم بين منتخبي ألمانيا وهولندا كما وتم إغلاق العديد من محطات السكك الحديدية في مدينة ميونخ على خلفية ورود تهديدات باحتمال وقوع هجمات إرهابية ليلة العام الميلادي جديد وذكرت وكالة فرنس بريس للأنباء أن تورط جزائريين في مؤامرة إرهابية كهذه سيشعل الجدل حول أكثر من مليون شخص من طالبي اللجوء الذين استقبلتهم ألمانيا في العام الماضي يواجه مواطن شيعي من محافظة الأحساء شرق الجزيرة المحمدية يواجه حكما بالتعزير أو حكما يتم بمجبه توصيفه بالإرهابي وذلك في حالة ما إذا ثبت ارتباطه بعناصر خارجية بحسب ما صرحت به صحيفة الوطن السعودية وكان الرجل الشيعي الذي اعتقل مؤخرا من قبل الشرطة السعودية على خلفية الأحداث الإرهابية التي طالت أحد المساجد الشيعية شرق الجزيرة المحمدية قد طالب المتجمهرين حينها بتصوير الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل حماة الصلاة طالبهم بتصويره حتى لا يتم تغييره في وقت لاحق في إشارة منه إلى ممارسة غير مستبعدة قد تعمد إليها السلطات السعودية بالفعل وفي حال صحة ما ذكرته الصحيفة السعودية فإن هذا الحكم الجائر سيكون وصمة عار جديدة على جبين النظام السعودي والذي يعبث بحقوق الشيعة في المنطقة ويحكم بالظنة والتهمة كحال سلفهم الطالح من أمثال أبي بكر وعمر وآل أميه استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفيرة المصرية في روما بطريقة عاجلة للتعبير عن قلقها بعد العثور على جثة طالب إيطالي في القاهرة كان قد اختفى الشهر الماضي وأبلغت الخارجية الإيطالية السفيرة عمرو مصطفى كمال حلمي أنها تريد تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تتضمن خبراء إيطاليين وكان الطالب جيليو ريجيني البارغ من العمر 28 عاما قد اختفى في الذكرى الخامسة لثورة يناير كانون الثاني وذلك بعد مغادرته لمنزله في الجيزة ليقابل أحضر الأصدقاء وبحسب ما نقلته وكالة ريترز للأنباء فإنه قد عثر على الجثة عارية وعليها علامات حروق سجائر وضرب وقطع في الأذنين ونقلت الوكالة عن النائب العام أحمد ناجي قوله بأن سبب وفاة ريجيني لا يزال قيد التحقيق ولكن يظهر أنه تعرض لموت بطيء يذكر أن ريجيني هو طالب دكتورة في قسم السياسة والدراسات الدولية في جامعة كامبرج ويعمل باحثا زائرا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير قامت الشرطة المصرية بمداهمة خمسة آلاف منزل بالقاهرة بحثا عن أي شخص يعتزم الخروج إلى الشوارع وتقع المنطقة التي كان ريجيني يعتزم مقابلة صديقه فيها قرب ميدان التحرير ميدان التحرير رمز الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر قبل خمس سنوات قال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ أنه مستعد لمغادرة سفارة الإكوادور في لندن وتسليم نفسه للشرطة البريطانية يوم الجمعة في حال ما وفقت لجنة تابعة للأمم المتحدة على شطب شكوا تقدم بها ضد بريطانيا ولجأ أسانغ إلى سفارة الإكوادور في لندن في شهر يونيو حزيران عام 2012 وذلك لتجنب تسليمه إلى ستوكهولم التي طالبت من جهتها باستجوابه حول الدعاءات بارتكابه جريمة اقتصاب في السويد عام 2010 وكان أسانغ قد تقدم في شهر سبتمبر أيلول عام 2014 بشكوا ضد السويد وبريطانيا لدى لجنة أممية متخصصة للحصول على اعتراف بأن بقاءه في السفارة الإكوادورية لمدة تقارب الأربعة عوام يعد احتجازا تعسفيا وقال أسانغ في البيان الذي نشر اليوم عبر حساب ويكيليكس على موقع تويتر إذا أعلنت الأمم المتحدة غدا أنني خسرت قضيتي ضد المملكة المتحدة والسويد فسأخرج من السفارة ظهر الجمعة لأقبل إلقاء القبض علي من قبل الشرطة البريطانية إذ دين يكون هناك احتمال مجد لاستئناف آخر وأضاف مؤسس موقع ويكيليكس قوله لكن إذا ربحت القضية وثبت أن الدولتين تصرفت بصورة غير قانونية فأتوقع أن يعاد إلي جواز سفري على الفور وأن تلغى أي محاولات أخرى للقبض علي هذا ومن المتوقع أن تعلن لجنة أممية متخصصة عن قرارها بشأن قضيته يوم غد الجمعة كان هذا ختام نشرتنا لهذا المساء مشاهدين الكرام نذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر المسجدات على صفحات التواصل الشماعي لخدمة فذك الإخبارية نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر